هنروح لأخبارنا هنبتدي أخبارنا بكرة اليد المنتخب المنتخب كرة اليد بيسافر طبعا عشان بيستعد عشان يلعب بطولة توكيو اختار أربع لعبين في القائمة النهائية من نادي الأهلي أربع لعبين هم محمد عسام الطيار وإبراهيم المصري أحمد عادل محسن رمضان طبعا المنتخب يشارك في بطولة ودية هيبقى فيها أسبانيا وكرواتيا ومصر وبعد كده يطلع على فرنسا ويلعب مطشف مع منتخب فرنسا يوم 5 ليلو اللي جاي ونكمل المعسكر لحد ثمانية وبعد كده يطلع على المانيا عشان يلعب مطشين وديتين مع المانيا والبرازيل قبل ما نرجع مصر يوم 12 وبعد كده نستعد السفر لليابان ولكن الحقيقة أنا عندي علامة سيستفهام على اختيار أربع لعبين فقط من النادي الأهلي أولا النادي الأهلي هو حامل كأس مصر وتاني الدوري بعد مباراة فيصل مع نادي الزمالك إذن اللاعبين الفرقتين زي بعض من مستوى الفني تقريبا ولكن اختيار أربع لعبين فقط من النادي الأهلي أنا مش هتكلم عن الأندية تانية وعدادهم ولكن هتكلم أن فيه أربع لعبين تانيين كان على الأقل على الأقل لازم يكون فيهم اتنين لعبين يعني لو شفنا في الجناح اليمين عمر سامي وعمر كاستيلو كان لازم يكون فيه واحد منهم مع المنتخ ولكن تم استبعادهم والاثنين لعبين دوليين خاصة عمر سامي تم اختياره لعب على ما اتذكر بطولة العلامة اللي فات طيب جناح شمال عندنا أحمد يشام سيسا اللي عمل موسم كويس قوي وعندك عبد الغني إهاب صح كده يا جماعة أنا بقول مظبوط عبد العزيز إهاب أنا آسف أنا عرفه إهاب بس عبد العزيز الحقيقة يعني مش دايماً بنقوله عبد العزيز بنقوله إهاب فأصد أقولك أنه الاثنين اللاعبين دول لازم يكون حد كان فيهم في المنتخ ولكن اختيار ست أربع لعبين فقط في قوام المنتخب النادي دالي لأعلم تستفهام كبيرة جداً ده بعد اعتزال دولي طبعاً نجم الفريق إسلام حسن والماستور الفريق اللي كان يستحق بقوة أنه يبقى موجود مع المنتخب بس دي كانت رغبته ماشي هنقول ماشي إنما أربع لعبين لأعلم تستفهام كبيرة جداً على كل الأحوال نتمنى توفيق لمنتخب مصر لأنه بيمثل منتخب مصر دي احتراء وده يعني اختيار مدير فني طبعاً يعني لها كل الاحترام ولكن ده تعليق لنا على اختيارات المنتخب وخلينا يعني نتمنى أكيد الخير لمنتخب مصر وده طبعاً أمر مفروغ منه